الحمد لله الذي أحلَّ الحلالَ وحرَّم الحرامَ وبيَّن أصول الديانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالنصح والوفاء والأمانة ونهى عن الغش والغدر والخيانة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله حثَّنا على مكارم الأخلاق وأوضح لنا محاسن الشريعة ونهانا عن مساوي الأخلاق من الكذب والمكر والخديعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولو المكرمات والشمائل الرفيعة أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعملوا بطاعته ورضاه فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه وكفى بالله وكيلا ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المؤمنون إن من كمال شريعتنا الغراء ومن محاسنها وفضائلها على الخليقة جمعا أن شرعت لهم كل ما يجلب النفع وينميه ودرأت عنهم كل ما يأتي بالضرر ويغذيه فقد أمرت بكل طيب وزانته ونهت عن كل خبيث وشانته فأوجبت على المسلمين النصيحة وحرمت عليهم الغشة والفضيحة لأن الغشة يناقض الصدق والأمانة ويروج للمكر والخداع والخيانة ولهذا نهت عنه الشريعة نهياً أكيداً وحذَّرت منه تحذيراً شديداً فعدَّته من أفحش العيوب وجعلته من كبائر الذنوب يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأثنى الله تعالى على الذين يؤدون الأمانات ويجتنبون الخيانات فقال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وصح في المسند عن تميم الدارين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا يا رسول الله لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وإمة المؤمنين وعامتهم معاشر المسلمين إن الغش من أعظم الحرام وهو إجرام في حق الأنام فهو سبيل يؤدي بصاحبه إلى النار ويورده موارد الهلاك والوبار صح في مستدرك الحاكم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحم النبت من سحت فالنار أولى به والغش يحرم صاحبه من إجابة الدعاء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وكذلك الغش يخرج صاحبه من هدي سيد المرسلين ومن سيرة أهل الاتباع من المؤمنين ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا الغش من الخديعة وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة ففي شعب الإيمان البيهقي عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار إخوة الإيمان إن أعظم الغش وأخطره وأكثره ضررًا وأكبره الغش في الدين وذلك بالتلاعُب بدين الله وأحكام شريعته وتشويه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمييع سنته ولا تقول لما تصف ألسينتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وكذلك غش أئمة المسلمين وعامتهم ويكون بعدم إرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم ألا وإن الغش يا عباد الله لا ينحصر في ميدان ولا يقتصر على زمانٍ أو مكان فإنه يمارس في التجارة والصناعة ويدخل في الحرف والمهن والزراعة ويكون في الوظائف والمناصب وفي العلاقات والتواصل والتكاتب وفي الزواج والطلاق وفي المعاملات وفي كل شأنٍ من شؤون الحياة لقد استمرأ أهل الطمع والجشع أموال الناس بأساليب من البكر من المكر والخداع فكذبوا وزوروا وما أخذ المال أمن حلال أمن حرام ومن صور الغش وهي كثيرة الخلط بين البضاعة الجيدة والبضاعة الرديئة فقد صح في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعامٍ وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعامٌ رديءٌ فقال بِعْ هَذَا عَلَى حِدَةَ وَهَذَا عَلَى حِدَةَ فَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ومنها تبديل علامات تسجيل البضائع أو يضع الجيد من البضاعة في الأعلى ويُخبِّئ الرديئة في أسفلها ليُغري بها غيره أو يُغَيِّر تاريخ فترة صلاحية المُنتج المُدوَّنة عليه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبرة طعامٍ فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر قال صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشَّ فليس مني ويجب على المسلم إذا باع بيعاً وفيه عيب أن يُبَيِّنه للمُشتري كائناً من كان ففي سنن بن ماجع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخ المسلم وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيه بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ ومن صور الغشِّ الغشِّ في الانتخابات بُغْيَةَ الوصول إلى المناصب عن طريق الكذب والاحتيال والتزوير اللهم وفِّقنا لهداك واجعل أعمالنا الصالحة في رضاك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن صور الغشِّ الخطيرة التي تجلب شرورًا مستطيرة وتحدث آثارًا في المجتمع وتدميرًا ما يحصل من غشٍّ في الاختبارات المدرسية وهو في حقيقته خيانةٌ للأمانة الشرعية وتخريبٌ للتعليم وتعدٍّ سافرٌ على المؤسسات التعليمية ولا يشكُّذُّ عقلٍّ أن الغشَّ في الاختبارات ظلمٌ وعدوان وهو بغيٌّ وتعسُّفٌ وبهتان إذ كيف يستوي من فرَّط وأهمل وتكاسل مع من وصل ليله بنهاره بجدٍّ ومُثابرة وقام بواجِبه بتعبٍ ومُصابرة أليس هذا دعوةٌ إلى التثاقُل والتقاعُس بدلًا من الجدِّ والصبر والتنافس أليس هذا ظلمًا لمن جدَّ واجتهد ومُحاباتًا لمن أهملَ واتكلَ وقعد إن الأمر يجبُ أن يُنظر إليه نظرةً فاحصةً واقعية لا نظرةً عاطفيةً سطحية حيث إن بعض الناس ينساقُ وراء العاطفة أو بحكم الصلة والقرابة فيستسهلُ الغش ويستسيغُ الخداع برغم بزعم رحمة الطلاب والتيسير عليهم وهذا زعمٌ مكذوب ورحمةٌ موهومة فإن وراء الغش ما وراءه من الآثار الخطيرة والشرور المُستطيرة إذ أن من ينجح بالغش سيكون داهيةً دهياء ومُصيبةً عمياء فهو إن تخرَّج فيما بعد طبيبًا فقد يكون جزارًا لأبدان المرضى لا جراحًا ومُسبرًا قاتلًا لا مشخصًا فاعِلًا وإن تخرَّج مهندسًا فقد تنهدم البنايات على رؤوس ساكنيها فيكون مهدِّمًا لا مهندسًا وإن تخرَّج معلِّمًا فسيكون معلِّمًا فاشِلًا ولا يُخرِّج إلا أجيالًا فاشلة لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهكذا قس على ذلك كل الحرف والمهن والوظائف فهذه هي النتيجة المُرَّة والحقيقة المُستقرة للغش في الامتحانات أجيالٌ فاشلة وأيدٍ عاطلة ونفوسٌ متثاقلة وعقولٌ جامدةٌ خاملة بحيث تكون نتيجته حصول المُمتحن على شهاداتٍ لا يستحقُّها ويتبوأ مراكز ليس أهلاً لها أو يتقلَّد وظائف غير كُفءٍ لمثلها عندها حدِّث ولا حرج عن الفساد والإفساد وعن خراب البلاد وتخلُّف العباد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله في الأجيال واتقوا الله في العملية التربوية والتعليمية فإنها الحُصنُ المنيعُ المصون الذي إذا تصدَّع أو انهدم لا قدَّر الله تتابعت بعده سائرُ الحُصون وليعلم كلُّ من يعينُ على الغش أو يسمحُ به أو يُروِّجُ له أنه يأتي بابًا من أبواب الحرام ويرتكِم إثمًا من أكبر الآثام وأنه يُدَمِّر أجيالًا ويفسِد أحوالًا ويُحطِّم مُستقبلًا ويُخَرِّب دُولًا ويَخُونُ الأُمَّة ويحرِمُها بُلوغَ الغاية والقِمَّة من حيث يظن وهو يُسيءُ صُنعًا أنه يُسدِّي جميلًا ويُقدِّم خيرًا ومعروفًا جليلًا وليُؤدِّي كلُّ حقٍّ الأمانة كما استُحفِظَ عليها بلا تلاعُبٍ ولا خيانة قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدُّ الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعِظُكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا فالطلاب أمانةٌ ورعيَّة فلنُحافِظ عليها ولا تأخذنا بالإثم عزةٌ أو حميَّة في الصحيحين عن الحسنين قال عاد عبيدٌ ابن زيادٍ معقل ابن يسار المُزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني مُحدِّثُك حديثًا سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمتُ أن لي حياةٌ ما حدَّثتُك إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيَّة يوم يموتُّ وهو غاشٌ لرعيَّته إلا حرَّمَ الله عليه الجنَّة اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميعٌ مُجيبٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات اللهم إنا نسألك التوفيق للقيام بحق الأمانة ونعوذُ بك من التفريط والإضاعة والخيانة اللهم وفِّق أميرنا لهداك واجعل أعماله في رضاك وألبسه ثوب الصحة والعافية واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا سوى صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفوا الله